فكروا بناتج تقسيم العدد 63 على 35 قد تقولون العدد 6 ليس فيه 35 لكن العدد 63 فيه 35 وهذا صحيح فالعدد 35 يتكرر مرة واحدة في الـ 63 لأن 2 مضروبة في 35 تساوي 70 إذن يتكرر مرة واحدة واحد مضروباً في 35 يساوي 35 عندها يمكنكم الطرح أولاً استلفوا 10 من العدد 60 ليصبح 50 وأعطوا تلك العشرة إلى الثلاثة لتصبح 13 13 ناقص 5 يساوي 8 5 ناقص 3 يساوي 2 63 مقسومة على 35 تساوي 1 والباقي 28 لكن هذا ليس جواباً نهائياً لأن الجواب الحقيقي سيكون 1 فاصلة عدد ما ما عليكم فعله هو الاستمرار بالقسمة لمعرفة العدد العشري الذي سينتج لا بد من إضافة فاصلة عشرية هنا والاستمرار بإضافة منازل عشرية إلى يمين الفاصلة العشرية 63 يساوي 63.0 يمكنكم إضافة أصفار كما تشاءون هنا لا تنسوا النقطة هنا الآن يمكنكم إضافة صفر من منزلة الأعشر ضعوا الصفر هنا واسألوا أنفسكم كم مرة يتكرر العدد 35 في العدد 280؟ إذن يوجد العدد 40 في العدد 280 سبع مرات أما العدد 30 فيوجد 9 مرات في العدد 280 سيكون العدد بين 7 وتسعة جربوا ثمانية ما هو حاصل ضرب 35 في ثمانية؟ خمسة مضروبة في ثمانية تساوي أربعين ثلاثة مضروبة في ثمانية تساوي أربعة وعشرين زائد أربعة تساوي ثمانية وعشرين إذن يوجد العدد 35 في العدد 280 ثماني مرات ثمانية مضروبة في 35 تساوي 280 بالضبط ولا يوجد باقن لذا 63 مقسوما على 35 تساوي 1.8 تساوي 2.7 بطاعة تساوي 2.8 بطاعة تساوي 3.8.5 مرتحة أربعة تساوي 3.8 مخربة